نواصل هذه التقطية من رؤية لطوفان الأقصى وأرحب بضيفي من بيروت الأستاذ ناصر قنديل السياسي والإعلامي اللبناني أستاذ ناصر مساء الخير وأهلا بك في نبض البلد وفي هذه التقطية من رؤية يسعد مساك ومساء المشاهدين ومساء الأردن ومساء فلسطين ومساء القدس أولا وأخيرا أستاذ ناصر أبدأ معك في سؤال من شقين غزة وجنوب لبنان كيف تقرأ تطورات الميدان هناك؟ تفضل واضح أن جبهة المقاومة في لبنان حققت الخطوة الأساسية في إطلاق حرب استنزاف مفتوحة مع جيش الاحتلال تصلح للتحول إلى منصة نحو الحرب الشاملة إذا اقتضى الأمر ذلك في قياس العلاقة بين غرفة العمليات في غزة وغرفة العمليات في بيروت المعادلة هي استقلال الجبهات ووحدتها أن حركة حماس هي حركة وطنية فلسطينية مستقلة قررت خطتها وخطوتها وأنجزت انتصارا باهرا غير معادلات موازين القوى مع جيش الاحتلال الآن هي في عين العاصفة جبهة المقاومة في لبنان ملتزمة بأنه ممنوع أن تسقط جبهة غزة ممنوع أن تهزم المقاومة في غزة لكن غرفة عمليات غزة هي التي تقرر اللحظة التي يجب أن تتوسع فيها حدود المداخلة من جبهة لبنان إلى مستوى الحرب الشاملة المفتوحة حتى ذلك التاريخ الغموض يخدم لأنه يربك قيادة جيش الاحتلال في تقدير الموقف وقد تحدث نتنياهو اليوم وبالأمس وهو يقول لا نعلم إذا كان حزب الله قد قرر دخول الحرب الأمريكي مربك أيضا تقدير الموقف تجاه غزة يأخذ بعين الاعتبار في كل لحظة ماذا سيجري على الجبهة اللبنانية بالمقابل ثلث الجيش الإسرائيلي على الأقل مجمد تجاه جبهة لبنان جزء من المستوطنين زاد عن الخمسين إلى سبعين ألف رحل من المنطقة ومثله رحل بإرادته وهذا إرباك اجتماعي واقتصادي غير قليل الجيش متوتر من خشية المواجهة مع حزب الله نظرا للسمعة التي تراكمت في نفوس الجنود والضباط تجاه ما ينتظرهم في حال مثل هذه المنازلة الرأي العام الإسرائيلي في حالة اضطراب تجاه تاريخ علاقته بحزب الله وخطاب السيد حسن نصر الله له مكانة خاصة في الحرب النفسية في العلاقة مع كيان الاحتلال كل هذه العناصر هي عناصر تتجمع لتشكل عنصر اللوحة الأبرز إذا مضى الاحتلال نحو العملية البرية تقدير الموقف يقول أن المقاومة في غزة قادرة أن تلحق به الخسائر وأن تنتصر وأن تحطم هذا الجيش كما حطمته وهي في حالة الهجوم لكن فيما لو لا سمح الله اقتضى الأمر أن تفتح الجبهة وأن توسع الجبهة هي مفتوحة أصلا لتتساقط الصواريخ لأن هذا الذي نعنيه بفتح الجبهة أو توسيع الجبهة فالمقاومة في لبنان مستعدة لكنها تدرك أن هذا مخاطرة أن هذا يرتب على الداخل اللبناني أعباء كبرى لبنان في وضع اقتصادي صعب وفي وضع سياسي منقسم كلما استطعنا تجنب الحرب الكبرى سيكون هذا إيجابيا لكن إذا فرضت هذه الحرب كخيار لابد منه من أجل حماية المقاومة وحماية غزة فالمقاومة لن تتردد لسببين الأول أن المقاومة مدركة بأنه إذا نجح الإسرائيلي بسحق المقاومة في غزة وتهجير سكانها إلى مصر سوف يستدير لتهجير الضفة وصحق مقاومتها وتهجير سكانها إلى الأردن ثم سيأتي إلى لبنان فنؤكل جميعا يوم يؤكل الثورة الأبيض والأمر الثاني هو أن المشروع السياسي المرادف للحديث عن سحق المقاومات هو مشروع واضح صفقة القرن أي تصفية القضية الفلسطينية كما قال ولا عيب أن نستعين بما قاله الحكام العراب خصوصا إذا كنا نتحدث عن دولتين المتضررتين مباشرة من مشروع الاستهداف الإسرائيلي مصر والأردن كما قال الرئيس المصري أن هذا تصفي القضية الفلسطينية وكما قال الملك الأردني أن هذا قفز فوق جوهر المشكلة وهو أن تجاهل حل القضية الفلسطينية هو الذي يؤدي إلى الانفجارات المتسلسلة التي تتجدد كل عقد من الزمن أو أكثر وبالتالي المشروع المرادف هو مشروع إنهاء القضية الفلسطينية لبنان بكل طوائفه ومكوناته السياسية في دستوره ومقدمة دستوره وضع رفض التوطين والكل يعلم في لبنان أن تصفية القضية الفلسطينية تعني تصفية حق العودة وبالتالي حق العودة عندما يصفى يعني التوطين هو البديل فإذا المقامة في لبنان بالإضافة إلى الواجب الديني والأخلاقي والوطني والقومي بالوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في قضيته المحقة وهي قضية كل العرب المركزية الأولى يخاطب الداخل اللبناني بهتين المعادلتين اللبنانيتين يقول إن لبنان إذا حيت نفسه الآن من الحرب فالحرب آتية إليه ويقول أنه إذا قيد للإسرائيل ومن خلفه الأمريكي سحق المقوامة الفلسطينية فإن البديل السياسي المطروح على الطاولة هو التوطين كبديل لحق العودة إذن يطلب من اللبنانيين مؤازرته في معادلة ثلاثية تقول نحن لسنا على الحياد تقول ثانيا نحن سنسعى إلى تفادي التورط في حرب مدمرة وتقول ثالثا إذا فرضت هذه الحرب فإن علينا أن نخوضها لا أن نخشاها لكن أستاذ ناصر ما أفهم من كلامك أن حزب الله لن يدخل المعركة في حال الدخول البري من قوات الاحتلال مباشرة سينتظر متى قدرة المقاومة في غزة على الحق الهزيمة بالاحتلال إذا ما تغيرت هذه المعادلة تغيرت توازناتها سيدخل حزب الله المعركة سواء بالصواريخ أو برا نعم دعني أعدل قليلا في استنتاجك أولا بالنسبة لحزب الله هو ملتزم نتحدث عن الحرب الشاملة نحن نتحدث عن توسيع الجبهة الجبهة من اليوم الأول حتى اليوم الذي نحن فيه الآن يعني الأحد في 28 أول بدأ حزب الله أول قذائف على رويسات العلم في مزارع شبعة وكل يوم تتوسع الجبهة عمقا وبحجم النار وبحجم الاستهداف اليوم حزب الله تقريبا صار عدد شهدائه 25 شهيدا 25 شهيدا وبالتالي نحن لا نتحدث عن نزا نتحدث عن معركة حقيقية الفريق سعدين الشاذلي رحمه الله يقول أن حرب الاستنزاف كانت هي القاعدة التي وفرت النصر في حرب تشرين وما يجري الآن على الجبهة على الحدود اللبنانية هو حرب استنزاف بكل المعايير والمقاييس كل المواقع الأمامية الإسرائيلية دمرت فيها الدبابات والتحسينات وأجهزة الرادار والرقابة الإلكترونية والكاميرات إسرائيل الآن في عمى كامل تجاه جبهة الحدود مع لبنان نتحدث عن الحرب الشاملة يعني عن تساقط الصواريخ فوق المنشآت الحيوية لكيان الاحتلال لأنه يمكن في سياق التصعيد التدريجي أن نصل إلى عمق 10 و 15 كم ولا تكون بعض الصواريخ قد تساقطت وتستمر عملية الاستنزاف وعملية خراج المستوطنين من مستوطناتهم وإلحاق الأذى بتماسك جيش الاحتلال وصلابة معنويات جنوده وضباطه لكن لا نذهب إلى الحرب الشاملة الحرب الشاملة هنا إذن تتوقف على قراءة ثلاثة عناصر العنصر الأول أنه كلما بقي العنوان الفلسطيني حاضرا لنكون صريحين العالم العربي جرت تعبئته طوال عقدين على الأقل بلغة عدائية تجاه حزب الله واستطراضا تجاه إيران وبالتالي نقل المعركة لتبدو وتصور عربيا ودوليا أنها معركة بين إسرائيل وحزب الله أو كما يحب بعض الإعلام العربي أن يقول بين إسرائيل وإيران وأدرعيا هذا يعني خسارة واسعة على مستوى الشارع العربي تحقق عكشها بفضل الراية الفلسطينية هذا تدركه المقاومة في فلسطين وتدركه المقاومة في لبنان وهذا يسحب أيضا على المعادلة الدولية لذلك ثم تبتزاز مستمر لحزب الله متى ستدخل وتطلق الصواريخ في بعض خلفياته صادق لأنه يرى هول المجدرة والمذبحة الفلسطينية لكن على مستوى النخب هو مشوب ببعض المداخلات التي تريد أن تتخلص من الثوب الفلسطيني الذي أحرج العرب وأحرج العالم وأخرج الشارعين العربي والعالمي هذا عامل يؤخذ في الحساب العامل الثاني أن الذي يقدر في المعركة البرية يعني حزب الله لا يضع حدثا بعينه يعني يقول إذا بلغ عداد الشهداء في غزة كذا نحن ندخل أبداً ولا يقول إذا بدأت العملية البرية ندخل أو لا ندخل أو إذا ضعوا فطل مش هو الذي يقدر في معادلة العلاقة في غرفة العمليات المركزية بين لبنان وغزة المعادلة هي أن غرفة عمليات غزة هي التي تقدر هي تقول الآن هي الساعة افتحوا ناركم بلا حساب وبلا معادلات اذهبوا إلى النهاية عندما تقول غرفة عمليات غزة هذا قطعاً في اللحظة ذاتها المنصات الصاروخية تأخذ إحداثياتها ومهماتها محددة وستنطلق الصواريخ فالمعادلة هي هنا قد يحدث هذا لاعتبار لا تبدأ الحرب البرية مثلاً واحتمال كبير الآن نحن في دائرة تقاذف كرة نار بين الأمريكي والإسرائيلي اسمها الحرب البرية مربوطة بمن يضمن عدم تدخل حزب الله الإسرائيلي يقول للأمريكي هذه عليك والأمريكي يقول أنا لم أتعهد بهذا وبالتالي قد لا يذهب الإسرائيلي للحرب البرية ويتعامل باستمرار مع استمرار عمليات على القشرة توحي غداً العملية البرية بدأنا بالتحطير أنجزنا بعض التقدم قتلنا كذا من قادة حماس دمرنا كذا من المستودعات مثل حرب تموز 2006 وما جرى من عمليات حرب برية في 2006 كان على القشرة وأصيب بفشل ذريع ومجازر دبابات ومعه عملية القتل المستمر في تقدير موقف قد تأتي لحظة تقول غرفة عمليات غزة إن حجم الضغط الإنساني بات يستدعي تفجير الحرب الشاملة إن المستشفيات ستتوقف إن غرف العمليات سوف تنقطع من الأكسجين إلى آخر هذا تقدير موقف لغرفة عمليات غزة أن تقول الآن هي الساعة نعم حجب الله قراره في تلك اللحظة هو سوف يفتح منصات صواريخه وكما سبق وقال سماحة سيد حسن نصر الله يكفي خمسة عشر صاروخاً دقيقاً منها أن تصل إلى أهدافها محطات الكهرباء محطات تكرير المياه محطات القطارات المطارات المقارات الحكومية الرئيسية وتقتلون ألفاً نحن قادرون أن نقتل ألفاً تدمرون مجموعة بنايات قادرون أن ندمر مجموعة بنايات وليست ديمونة ولا مجمع الأمونيا في حيفا خارج دائرة الأهداف نعم ولكن أنت تحدث عن مستوى تنسيق عالي هل أنت متيقن أن مستوى التنسيق كبير بين غرفة المقاومة في غزة وغرفة المقاومة في لبنان متمثلة بحزب الله نعم أنا ألتقي وأتصل بقيادات حركة حماس سواء الأخ أسامة حمدان الموجود في بيروت أو أتحدث مع الأخوة في الدوحة أو مع الأخوة في غزة وأسمع منهم دائماً بل إن بعضهم قال لي إن ما يفعله حزب الله وحجم الدم الذي تكبده حتى الآن هو دين في رقبتنا لقد مر على حزب الله حروب ونحن لم نستطع أن نفعل تجاهه ما يفعله تجاهنا نعم يعني بعض الأصوات التي تأتي من المحيطة بحماس من موقع رئيس سابق للمكتب السياسي أو سواه هي أصوات شخصية سياسية ربما تصفي حسابات داخلية في قلب حماس وليس عندما تتحدث عن ضعف مفعول الجبهة اللبنانية ربما لا تقصد حزب الله علما أيضا علينا أن نعترف أن بعض الجروح المترتبة على الانقسام الناتج عن حرب سوريا كانت لها رموز في حركة حماس هي غير التي تقود الحرب الآن وتلك الجروح لم تتعافى لا من طرف هذه الرموز ولا من طرف قوى المقاومة أيضا التي لم تصالح هذه الرموز بعد بينما تقيم أعلى درجات التنسيق بينها وبين قيادة حركة حماس برئاسة الأخ سماعيل هنية أو قيادة القسام بقيادة الجنرال محمد ضيف أو قيادة حماس في غزة التي يرأسها المجاهد يحير سنوار نعم السؤال حول البوارج الأمريكية والبريطانية الموجودة اليوم على السواحل فلسطيني المحتلة وهي قريبة من لبنان والبعض يلوح ويلمح أن هذه البوارج جاءت تحمي إسرائيل من حزب الله وجهة نظرك نعم وصل هذا الكلام في الحقيقة في البداية عندما تحدث الأمريكيون علنا أنهم آتون قالوا بوضوح يعني نحن آتون لمنع الدخول أي طرف أو استغلال هكذا استعملوا التعبير أي طرف استغلال أي طرف للحرب بين إسرائيل وحركة حماس للدخول على خط توسيعها وتصعيدها ومهمة للبوارج هي الرجع كان واضحا هذا ثم جاءت رسائل مباشرة يعني عبر وسطاء لقيادة حزب الله تقول انتبهوا أن تنتضعون أنفسكم في عين العاصفة وذهب الرد عليها الرد السياسي والرد العملي الذي يقول نحن لا نهاب هذه البوارج سبق واختبرنا الحضور الأمريكي المباشر وهم يعرفون في ذاكرتهم أن بيننا وبينهم توابيت وهذا ليس بأمر جديد فالعرضات البحرية لا تعني شيئا بالنسبة لنا إذا كانت أمريكا تريد أن تدخل على الخط فيا مرحبا يعني نحن معركتنا مع إسرائيل ليست لدينا قضية الآن أن نقاتل الأمريكيين لكن إذا رغبوا فتلك معادلة لا نخشها وثم جاءت العمليات التي قامت بها أطراف المقاومة في العراق وسوريا ضد القواعد الأمريكية ثم دخول أنصار الله بالصواريخ التي تصدت لها المدمرة يو اس اس وقالت أنها كانت موجهة نحو الداخل الفلسطيني فخرج الرئيس بايدن ليقول فيه بعد يعني عودته من زيارة تل أبيب بعدما وقف رئيس مجلس الأمن القوم الإسرائيلي وأنا سمعته يقول أن الأمريكيين تعهدوا بأنهم هم سيتعاملون مع حزب الله إذا ما فتح الجبهة بأوسع مدى فخلال ساعات كان رد الرئيس بايدن أنا لم أتعهد بهذا وبدأت الرسائل المعاكسة تأتي بلينكين بالأمس وزير الخارجية الأمريكي يقول نحن لا نريد الاستفزاز نحن لا نبحث عن التصعيد سندافع عن قواتنا ما عاد الموضوع إن من يتدخل في المواجهة الدائرة بين إسرائيل وحماس سوف تكون أمريكا على خط الاشتباك معه بكل الأحوال المعركة قد تظهر عكس هذا أو ذاك يعني قد تظهر صدق التهديد أو كذب التهديد سواء صدق التهديد أو كذب إذا قرار حزب الله لا يأخذ في الاعتبار في لحظة الابتداء يعني في مبدأ القرار في تطبيق القرار أكيد يأخذ بالاعتبار حجم القوة الأمريكية لكن في ابتداء القرار ليس هناك حساب يتدخل أمريكي أم لا إذا قررت غرفة عمليات غزة أن المطلوب من حزب الله أن يبدأ بصواريخه تتساقط فوق المؤسسات الحيوية في كيان الاحتلال سيفعل هذا ويتحمل تبعات المصادمة مع القوات الأمريكية وقال السيد هاشم صفي الدين للأمريكيين أنتم تحذروننا أنصحكم احذروا منا إن ما لدينا أكثر مما لديكم وما عندنا أقوى مما عندكم وهو لم يقصد المعنويات فقط ولن يقاتلهم بالأدعية فقط في حقيقة الأمر يعرف الأمريكيون وأنا هنا لا أذيع سراً إذا قلت أن الأمريكيين بعد حرب أوكرانيا كل الصحف الأمريكية كل التقارير كل الدراسات تقول إن مخازنة ذخيرة لليها نفدت وأنهم الآن يأتون بالتتابع بما تنتجه المصانع لإسرائيل من قذائف المئة وخمسة وخمسين وصواريخ الباتريوت وهما عصب الحرب بينما حزب الله لديه مخزونه المفتوح الذي لا نعلم ماذا يتضمن من مفاجآت من صواريخ فرط صوتية من صواريخ أرض سطح من نمط ياخنت أو سواه وبالتالي يعيد حزب الله أنه إذا وقعت المواجهة ودخل الأمريكي فإن مفاجآت كثيرة سوف تكون جزءا من هذه المواجهة أشكرك كل الشكر طبعا هو لا يسعى إلى هذه المواجهة هو لا يسعى إليها ابتداءا لكن أقول إذا وقعت فهذا لا يعدل التزامه تجاه فلسطين نعم أشكرك كل الشكر ناصر قنديل السياسي والإعلامي لبناني كنت مباشرة معنا من بيروت شكرا للمشاهدة لحياتي للشارع الأردني والشعب الأردني على هذه الهبة الرائعة شكرا لك أستاذ ناصر مشاهدينا بعد فاصل قصير سنكون معهرا لخير ونواصل هذه التغطية من رؤيا بقومنا